السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبات وطالبات سنوية العامة أعزائي كل أولياء الأمور أهلا بكم في فيديو النهاردة فيديو النهاردة بنعرض فيه إزاي وزارة التربية والتعليم هتبين للطالبة والطالبات اللي مقدمين تظلمات إزاي يعرفوا نتيجة التظلمات بتاعتهم وهل هيستفيدوا من نتيجة التظلم ولا لا قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إنه سيتم إرسال نتيجة فحص التظلمات المقدمة من طلاب السنوية العامة على البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب الذي قام بتسجيله في تقديم التظلم وأكد المصدر في تصريح لموقع كشكول أنه سيتم البدء في إرسال خلي بالك جميع من الكلام الجيدة أنه سيتم البدء في إرسال نتائج فحص التظلمات بعد تقديم طلب التظلمات بأيام قليلة يعني الناس اللي قدموا التظلمات انتظروا بقى في الأيام القادمة القادمة على البريد الموحد بتاعك هجي لك النتيجة وتستمر حتى 13 سبتمبر المقبلة سوف يستمر إرسال النتائج لكافة الطلاب حتى يوم 13 سبتمبر بالسؤال دلوقتي لغطي يوم 13 سبتمبر ما هو التنسيح هيكون خلص طب أنا كده هضيع وخصصت الوزارة خطاً زاخناً على الرقم 19368 للرد على استفسارات الطلاب ووجهت وزارة التعليم عدة نصائح لطلبة وطلبات سنوية قبل التقدم لعمل طلبات تظلم من نتائجهم وقالت الوزارة في بيان إن النصائح والخطوات الواجب مراءتها عند التقدم بالتظلم تتضمن طبعاً زي ما نعرفين إن التظلم طبعاً مجاني وإن ما فيش قيود على عدد المواد اللي الطالب يتظلم فيها ممكن تتظلم في كل المواد وإن برضو موعد التظلم إسبوع بيبدأ من يوم السبت اللي فات واحد وعشرين لغاية يوم الخميس اللي جاي ستة وعشرين أغسطس وبيتم تحديد المادة أو المواد اللي الطالب يتظلم فيها يعني طبعاً بيحدد مادة كذا وكذا 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 وليجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد انتهاء عملية التسجيل يعني انت سجلت خلاص طيب ورجاء متابعة الموقع بعد التسجيل للإطلاع على نتيجة طلب التظلم خلي بالك برضو من المعلومة دي يبقى لازم الطالب يتابع الموقع بعد ما يسجل عشان يتطلع على نتيجة طلب التظلم بتايعه وأعنات الوزارة الرابط إلكتروني اللي قبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للسنوية العامة ويستمر لمدة أسبوع على أن ترسل نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر الموقع زي ما احنا لسأيليين وقال وزير التعليم أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة المتحانية ونسبتها للطالب ويعاد تصحيحها يدويا إذا تطلب الأمر طب يا رب يا رب يكون تصحيح يدو يا رب عشان هو تكون في مصلحة ولدنا وأضاف الوزير للطالب سيستلم نتيجة الفحص إلكترونيا موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجة الحصلة عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابة المصححة ليطمئنن بنفسه على سلامة التصحيح طب يا رب الكلام دو يكون حق يكون حقيقة عشان الكل يطمئن وتبع شوق إن الوزارة ستنشر نمازج الإجابات ونواتج للتعلم للمرحلة السنوية مع مطلع العام الدراسي الجديد إحنا ندينا مرارا وتكرارا بإن الوزارة ينزل لنا نمازج الإجابات ولكن دون جدوى في الآخر بقول لنا مع عبدالية العام الدراسي جدير بذكر إن التظلمات عن تاج الامتحانات كانت دائما وتاريخيا تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصحبها مع التأكد من تصحيح كل الأسئلة وتأكد من الرصد الصحيح للدرجات وتأكد من مطبقة نمزج الإجابة لورقة الامتحانية ولكنها لا تتدخل في تقدير الدرجات ده اللي إحنا برضو يوفنا قدامه وقلنا ليه ما تدخلش في تقدير الدرجات دي أهم حاجة في صلب التظلم وهذا ما يتم كل عام وبالتالي فإن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب يارب يكون الخير قادم لولادنا يارب الأيام القادمة تحمل بشريات لولادنا يارب هدي من قلوب ولدنا ولعل الخير قادم إحنا ما نعرفش الخير فين وانتظرونا الفيديو آخر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله